هدي نموذج بس يعرف الناس المسيح لما ظهر التلاميذ يوم القيامة كانت هم موجودة ومش موجود مش موجود ووراهم ايديه وجنبه تاني مرة جيه المسيح وقالوله على فكرة المسيح جيه قال لهم انا مش ممكن اصدق غير لما احط ايدي مكان الجراح وجنبه والمصامير كان المسيح موجود انا مش موجود لما قال مش ممكن اصدق شكله مش موجود تالت مرة جيه قالوا تعايا تومة طب انت كنت عارف منين تومة قال كده لانه كان حاضر برضو كان حاضر وعارف تومة قال ايه وكان بس ما علنش نفسه بيعلمهم درس الاخر لحظة اني انا في كل مكان انتوا قاعدين فيه انا قاعد فتلعو التلاميذ مدركين هذا الحق ان في اي مكان انا سيدي قاعد انا المسيح قاعد التلميذ هو في كل حتة انا سيدي معايا انا ابويا معايا انا المسيح جنبي فهعمل كل حاجة في كل وقت في كل مكان لانه معايا ده التلميذ التلميذ في كل مكان عارف ان المسيح معايا لو انت تلميذ قيم نفسك على دوق الكلام ده انا واخد بالي انا عايش ليه عايز احقق ايه لو ليك اهداف تانية عايز تحقق جنب المسيح انت تلميذ عليك علامة استفام لكن التلميذ ما عندوش اي اهداف غير اهداف المسيح عايز يمجد الله التلميذ لا يمتلك قال يبيع كل امواله يعني يترك كل امواله يعني الاموال اللي معك دي مش بتاعتك الاموال دي ملك سيدي يقول لي حطها هنا يقول لي هاتها هنا التلميذ لا يمتلك لكنه وكيل التلميذ لا يستطيع ان يقرر لانه تابع احنا قررنا نبقى تابعين للمسيح فنحن تلميذ التلميذ خلاصته شخص بكل مليد تابع اليسوع حياته مش غالي عليه زي المسيح وقته كله للمسيح كل ما يملك للمسيح كل هدف في الحياة للمسيح شغلانته اللي بيشتغالها دي حطوا فيها عشان يمجد بها المسيح مش يحقق بها ذاته احنا عندنا مشكلة حقق ذاتك وخلي عندك تموح التموح امجد سيدي فقط هو ده التلميذ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر